موسيقى القدس تيفي عيش الخبر أين أنا كنت صرح معماري يعود لألاف السنين بلدة متلاسقة ببيوتها الحجرية المسكونة حتى الآن البلدة القديمة لديرستيا غربي سلفيت ما زالت تحتفظ بجمالها وملامحها الرومانية والمملكية تمتاز البلد القديمة بتماسكها في ديرستيا وتعتبر هي ثالث بلدات قديمة بعد الكدس ونابلس هي ثالث بلد بالضخام والتلاصق ترميم ليس كل البلد القديمة وإنما ممرات البلد القديمة وبالتالي ترميم ما غاص بجوة البيوت القديمة وعشان هيك إذا بنعمل جولة الآن وعنشوف كثير من البيوت القديمة اللي ما زالت بدها ترميمه بحاجة لحماية الترميم الأخير للبلدة لم يسد حاجة كل البيوت ليتعرض بعضها لانهيار يهدد باقي المساحة المتلاسقة والتي تقارب خمسين دنما تعكس الإرث الحضاري ترميم البلد القديمي هون إنه هذا موقع أثري وسياحي وإحنا بنلاحظ كمان الإسرائيليين كيف الأماكن الأثرية القديمة هاي بيدبوا عليها وبحاولوا يثبتهم يعني ملكيتهم فيها سواء بالخليل سواء بالكدس سواء وكمان حاولوا عنا في دارستيا عمالهم اللي هم مرتين بيجوا بنقبوا عن بعض القضايا على أساس أنهم يحاولوا يفوتوا بالبلد القديمي وبالتالي هذا كنز كبير إذا بنقدر نحافظ عليه سياسيا وتراثيا هي مرآة تعكس الوجه الحضاري الأصيل المؤكد على الهوية الفلسطينية والمعاصر لمعظم مراحل فلسطين التاريخية والتراثية التي يحاول الاحتلال لسرقتها أمام العالم هو صرح حضاري موجود منذ ألاف السنين يواجه عوامل عدة تهدد بقائه بهذا الجمال إن لم تتدخل المؤسسات المعنية وتعيد ترميمه من البلد القديمة بقرية ديرستيا شمالي سلفي تجوة جرادات تلفزيون القدس تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب، وتويتر ترجمة نانسي قنقر